العقد المروري الذي بات أكثر ما يعاني منه المواطن واستغل من قبل بعض أصحاب معارض السيارات لبيعه بسعر باهظ أصبح الحصول عليه أيسر فمديرية المرور العامة وخلال اجتماع مدرائها اليوم أصدرت توجيهات جديدة لتسهيل حصول أصحاب السيارات على العقود من خلال فتح مكاتب جديدة المرور العامة أغلقت عددا من معارض السيارات وسحبت رخصها الأمنية وأحالت أصحابها للقضاء بسبب استغلال المواطنين بعض ضعاف النفوس من معارض السيارات خبرونا المواطنين بأنه تم البيع بأكثر من السعر المقرر اللي هو 25 ألف دينار لكل من البايع والمشتري تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المعارض بغلقها وإيداع صاحب المعرض السجن ثم إحالتهم للمحاكم المختصة وسحب الموافقات الأمنية لتلك المعارضة مديرية المرور أصدرت أيضا توجيهات جديدة لمدراء المحافظات لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين واختزال الروتين هذه الإجراءات الجديدة والتسهيلات كان السبب وراءها الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء إلى إحدى المواقع المرورية مواطن اللي عنده سيارة في أي مكان كان من أي محافظة كان بإمكانه أن يراجع أي محافظة تنفح السيارة وتكمل كل الإجراءات بها ما عد الرقم في المحافظة اللي يريد سجل بها ليس هذا فحسب بل بات من الممكن الحصول على رخصة القيادة في غضون ثلاثة أيام بعد أن كان الانتظار في الطابور الألكتروني يصل إلى عام أو أكثر أما تسجيل المركبات وعملية البيع والشراء فصارت هي الأخرى ألكترونية ولا تحتاج لمراجعة الدوائر المختصة الإجازة تصدر في يومين اليوم الأول يتم الفحص الطبي وبقية إجراءات المتعلقة بإجراءات الاختبارات في النظر والعمل بالسياقة وبعد يراجع الموقع بعد دفع رسوم المتحققة على الإجازة ويصور المواطن أمام الجهاز ويحصل على الإجازة في نفس اليوم وبإمكانك أن تراجع الموقع وتسأل المواطنين وترى مدى ارتياح من هذا الموضوع ولعل الإجراءات المرورية الجديدة والتسهيلات التي أعلنت اليوم توثير تساؤلات لدى الكثيرين حول إمكانية إجراء المالك لزيارات مفاجئة أخرى إلى الكثير من المؤسسات الحكومية التي يعاني المواطن من روتينها الممل وفسادها الإداري الذي يصعب إجراء المعاملات دون أن يدفع حسين أسد الحرة بغداد